يا أيها الشيعة أعرف عقائدكم وتعلموها أيام الله ثلاثة يوم القائم مقدمة ليوم الرجعة ويوم الرجعة مقدمة ليوم القيامة الكبرى وكل يوم من هذه الأيام له شؤونه وخصائصه ومقاماته وتجلياته التي ترتبط بسادته فكل يوم يتجلى فيه ما يتجلى من مقامات سادة ذلك اليوم اليوم الأول يوم القائم سيده قائم آل محمد سيتجلى في ذلك اليوم ما يتجلى من مقاماته وشؤونه صلوات الله عليه يوم الرجعة الكبرى تتجلى في هذا اليوم مقامات محمد وآل محمد جميعا لكن التجلي الأعظم سيكون لمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله في آخر عصر الرجعة العظيمة إنها الدولة المحمدية العظمى هذا الكلام مر علينا في برامج سابقة ومر علينا في طوايا الحلقات المتقدمة ذكرته إجمالا في هذا البرنامج لأن البرنامج مخصص لشؤون اليوم الأول اليوم الثاني لا أتحدث عنه في هذا البرنامج إذا ما ذكرته فإنني سأذكره بنحو عرضي المهديون الاثنى عشر مجموعة مرتبطة باليوم الثاني وليس باليوم الأول وما مر في رواية الوصية من أن قائم آل محمد سيوصي إلى ولده إلى المهدي الأول هذه مرحلة برزخية انتقالية وإلا فإن اليوم الأول ينتهي تماما بوفاة قائم آل محمد لكن الأمر سيكون برزخيا لأجل الانتقال إلى اليوم الثاني اليوم الأول هو يوم القائم وسينتهي بوفاة القائم واليوم الثاني هو يوم الرجعة ويوم الرجعة هو يوم محمد وآله محمد وسيرجع القائم أيضا في اليوم الثاني في الرجعة الكبرى لأن الرجعة لأن الرجعة التي هي من شؤون يوم القائم هي رجعة صغرى هي رجعة صغرى الرجعة الرجعة الكبرى تختلف تختلف اختلافا شهسعا وواسعا وكبيرا وعظيما عن الرجعة الصغرى التي إذا أردنا أن نقيسها بالرجعة الكبرى فهي لا تعد بشيء لأن الرجعة الصغرى شأن من شؤون اليوم الأول من شؤون يوم القائم ويوم القائم ينتهي بوفاة القائم صلوات الله عليه ما يكون من الوقاع والأحداث قبل ابتداء الرجعة العظيم إنه حال برزخي لكي ننتقل من اليوم الأول إلى اليوم الثاني ومن هنا فإن المهديين الاثني عشر ما هم من شؤون اليوم الأول إنهم من شؤون الرجعة العظيمة أئمة إمامتهم فرعية معصومون عصمتهم سلوكية العصمة السلوكية عصمة جزئية لماذا لأن العصمة مدارها مدار العلم أنا لا أتحدث عن عصمة في الأقوال والأفعال والحالات النفسية فيما يرتبط بالشؤون الشخصية للإنسان هذه عصمة جزئية العصمة العصمة الحقيقية حينما يكون المعصوم على علم مطلق وهذا ليس موجودا إلا في محمد وعلي وفاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى القائم آيات الكتاب الكريم هي التي حدثتنا عن ذلك ليس المقام للحديث في هذا الموضوع لكن القرآن بنحو قطعي أتحدث عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وفقط وفقط قرآنهم حدثنا بنحو قطعي بأن العلم المطلق خاص بهذه المجموعة بالأئمة الأصل بمحمد وعلي وفاطمة وبولد فاطمة من المجتبى إلى القائم سائر المجموعات الأخرى التي امتدحها القرآن والتي نحن نواليها ونوالي أولياءها ونتبرأ من أعدائها هذه المجموعات علمها محدود علمها محدود وعلمها مجازي ما هو بعلم حقيقي العلم الحقيقي محصور بالمجموعة الأولى بمحمد وآل محمد المراد من العلم المجازي أن الإنسان يمتلك المعلومات والتي هي صور تكون في وعي الإنسان في إدراك الإنسان لأن المعلومات بذاتها لا يمكن أن توجد في ذهن الإنسان وإنما الذي يوجد في ذهن الإنسان صور المعلومات أما محمد وآل محمد إنهم يحيطون بالمعلومات أنفسها في مستوى من المستويات عندهم صور لهذه المعلومات ومستوى دقة هذه الصور ومستوى عمق هذه الصور ومستوى حقيقة هذه الصور يختلف عن الصور التي عند الأنبياء وعند غيرهم وفي الوقت نفسه فإن محمدا وآل محمد لهم إحاطة بالمعلومات نفسها وذل كل شيء لكم هناك سلطة محيطة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هناك رؤية إحاطية هذه الرؤية تحيط بالمعلوم نفسه لا بصورة المعلوم فارق كبير فارق كبير كيف أحدثكم البرامج ليس منعقدا للحديث عن علم محمد وآل محمد فارق كبير فارق كبير علماء الشيعة لا يعرفون محمدا وأهل محمد مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا العصمة مدارها مدار العلم فارقوا بين عصمة الأنبياء التي تعني صدقهم في أقوالهم وأفعالهم وأفعالهم التي تعني أنهم لا يخطئون في أقوالهم وأفعالهم وإذا ما سئلوا وأجابوا فإنهم يجيبون إجابة معصومة صحيحة لكن ليس بالضرورة أن يجيبوا على كل سؤال وحتى لو أجابوا على كل سؤال فإن أجوبتهم تعود إلى صور عن المعلومات ولا يمتلكون إحاطة بالمعلومات نفسها ذاتها لا يمتلكون هذه الولاية والسلطة إذا أتيحت لهم ولاية تكوينية فهي جزعية فهي جزعية محدودة بحدود ما يجازون فيها من محمد وآل محمد من صاحب الولاية العظمى والولاية الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله عصمة محمد وآل محمد هي التي ذكرها إمام زماننا صلوات الله عليه في دعاء شهر رجب وهو دعاء مروي عن الناحية المقدسة هذه هي عصمة محمد وآل محمد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذه عصمة محمد وآل محمد فأين يوجد مخلوق إن كان من الأنبياء أم من الملائكة أم من سائر الكائنات تكون عصمته بهذا المستوى هذه عصمة خاصة بمحمد وآل محمد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك مثل ما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله لأن عصمتهم هي 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 عصمة الله الله هو الذي أعطاهم يضيركم هذا يؤذيكم هذا الله هو الذي أعطاهم وهم الذين أخبرون نحن لا علم لنا بما جرى ويجري هم الذين أخبرون هذا هو تعريف العصمة من قبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا فرق بينك وبينها لا فرق بين الله وبين محمد وآل محمد إلا أنهم عباده وخلقه مخلوقون هم عبيده لكنه هو الذي أعطاهم كل شيء لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع لكنني أريد أن أبين للذين يتابعون هذا البرنامج من أن الحديث عن محمد وآل محمد لا يمكن لا يمكن أن نجعل حديثا أخرى عن أي مجموعة أخرى يكون مقاربا يكون مقاربا في مضمونه أو معناه المهديون الاثنى عشر أئمة إمامتهم فرعية معصومون عصمتهم سلوكية كعصمة الأنبياء مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنهم قوم من شعتنا أكانوا من ولد القائم أم كانوا من ولد الحسين بنحو مباشر فولد القائم هم ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه قطعا المهدي الأول منهم هو ابن صاحب الزمان لحسب ما مر علينا في الروايات والأحاديث وهو الذي اسمه أحمد واسمه عبد الله هو أول المقربين أول المقربين عند من أول المقربين عند الحسين هو أول المؤمنين أول المؤمنين بماذا إنه أول المؤمنين بالحسين لأن الحسين هو سيد الرجعة لأن الحسين هو مدار الوقائع والأحداث دقق النظر معي يا أيها الذين تقولون إننا شيعة اليوم الأول اليوم الأول من أيام الله هو يوم القائم روح هذا اليوم روح هذا اليوم الثأر الحسيني نحن لا نتحدث عن ثأر قبائلي أو عشائري إنما كل مجريات مرحلة الظهور تمثل ثأر الحسين حينما نتحدث عن الثأر الحسيني فإننا لا نتحدث عن الثأر الحسيني بهذا الفهم الذي ينظمه الشعراء وكأن المشكلة مشكلة عشائرية قبائلية من جهة الأحداث والوقائع نحن لا ننكر هذا الجانب في جهة من الموضوع لكن المشروع المهدوي الأعظم روحه ومحركه وزيت طاقته هو الذي جرى في كربلاء ولباب لباب لباب شعارات مرحلة الظهور المهدوي يا لثارات الحسين هذا هو لباب شعارات مرحلة الظهور المهدوي يوم القائم روحه 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 الحسين يوم القائم قلبه قلبه الحسين يوم القائم عطره الحسين والقائم هو الحسين والحسين هو القائم هل هناك من فارق ما بين القائم وبين الحسين ولكن الذي يؤكد هذه الحقيقة من أن الحسين سيكون موجودا في مرحلة الظهور في أواخرها وسأقرأ عليكم الروايات والأحاديث فمرحلة الظهور ستتزين في أواخرها بوجود بوجود الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي سيتولى الأمر من بعد قائم آل محمد لأن الرجعة ستبدأ بعد وفاة قائم آل محمد والرجعة الرجعة عنوانها الرئيس حسين حسين لأن الرجعة الكبرى أتحدث عن اليوم الثاني عوض عن قتل الحسين الحسين هو سر هذه الأيام حتى إذا ذهبنا إلى القيامة الكبرى فإن الحسين عنوان وسيع هناك كلنا 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 سفن النجاة كلمة الصادق صلوات الله عليه كلنا 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 سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع كلنا كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع سلام 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 على السفينة الأسرع وسلام وسلام على الباب الأوسع سلام سلام عليك يا حسين الحسين هو العنوان الأول في هذه الأيام فهل تتوقعون أن هذا الإصرار من قبل رسول الله من قبل أمير المؤمنين من قبل الزهراء من قبل الحسن المجتبى من قبل سائر الأئمة المعصومين هذا الإصرار على أن الذكر يكون دائما للحسين هذا الأمر جزافي هذا الأمر مزاجي حقائق التكوين ترتبط بأيام الله وأيام الله مدارها حسين مدارها حسين الموضوع كبير يمكنكم أن تعود إلى برامج المفصلة حول سيد الشهداء هناك العديد من البرامج المفصلة حول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حول شؤونه أنا لا أتحدث عن ذواتهم لأنني لا أفقه شيئا في هذا المجال إنما أتحدث في شؤونهم كل أحاديث ليست عن ذوات محمد وآل محمد هذا أمر أنا أجهله هذا أمر الله يعرفه وهم يعرفونه ولا يوجد ثالث يمكنني أن أقول بأنه يعرفه ذواتهم الله يعرفها وهم يعرفونها أنا وأنتم وأمثالنا وحتى الأنبياء وحتى الأنبياء إنهم يعرفون شؤونهم ونحن نتنافس في معرفة شؤونهم وكل الحديث في كل برامج هو حديث في شؤونهم صلوات الله عليه على أي حال كل هذا الكلام أردت منه أن أميز لكم ما بين الأئمة الأصل وما بين الأئمة الذين إمامتهم فرعية إنهم من شيعة محمد وآل محمد قوم من شيعتنا هذه الجملة من كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه تلخص كل هذا الحديث إنهم قوم من شيعتنا هؤلاء هم المهديون نذهب إلى فاصل تلخص